خلينا نتكلم في آليات الدولة اللي هتتعامل بيها مع إدارة الأزمة وأنا بتشرف أن أنا عضو جوى لجنة إدارة الأزمة ولجنة الأزمة مشكلة من سادة الوزراء المحترمين المعنيين بكل الأمور اللي تهم سادة المواطنين وفي حالة إنعقاد دائم ومشكل غرفة عمليات داخل مجلس الأزمة بنتابع لحظة بلحظة اللي بيحصل طيب القاعدة الأساسية القاعدة الأساسية اللي إحنا كالعالم كله عارفها وكل الاقتصاديين وكل المحللين عارفينها إنك إنت عشان تخفض الأسعار تزيد من المطروح أو من الوفرة في السوق ميزان العرض والطلب وناس كتير الحقيقة في الظروف البائسة اللي إحنا بممر بيها أحيانا بيكفروا بنظريات الاقتصاد الحر لكن هي الاقتصاد الحر في صالح المستهلك حتى لو كان لضمان تنافسية ما يعني أنا عايزة أقولك إن فيه ناس غزبا عنها تقولك لأ إحنا عايزين إجراء عايزين ساعر مش عايزين دلوقتي ندخل في التفاصيل دي بس لازم نتأكد إن الاقتصاد الحر النهاردة وصل للعالم كله لأنه فيه مصلحة مباشرة للمستهلك فمش عايزين نرتد دلورة وأنا أعلم تماما الغضب اللي عند الناس وأنا كمان غضب وأنا كمان يعني أعاني من زيادة الكلفة اللي موجودة دلوقتي وكلنا في الدولة مواطنين في المقام الأول محدش فينا ما بيعانيش وما بيتضررش لكن طبعا في ظروف إدارة أزمة لابد إن إحنا نفصل نفسنا من يعني كمشتكين ونحاول ندير طيب آليات الطرح اللي هي هتعمل وفرة في السوق هتعمل إتاحة هتقلل من ارتفاع الأسعار هنلاقي هنا الدولة تمتلك أدوات جيدة جدا ويمكن نبسطها للناس لما الناس بتسمع كلمة احتياطي استراتيجي احتياطي استراتيجي احتياطي استراتيجي في بعض الناس بتقول يعني ده معناقي لازم نبسط المسألة زي ما تكون عندها خزين في البيت ولما بيحصل نقص بتطلع من أصحاب منه بالبساطة فبقدر أطرح من الاحتياطي وأنا الحمد لله كدولة كونت احتياطي استراتيجي كبير جدا في الفترة اللي فاتت صحيح وده برضو بيأكد للمشاهد الكريم أنه هو أن الدولة قوية وترى ترى حتى ما لا يراه الآخر لأنه لما كنتش شايف لما كنتش عملت حسابي فيه احتياطات استراتيجية من كل السلعة الأساسية تقريب بالزبط واحتياطيات كبيرة وتجاوزنا أكتر أكتر يعني إحنا لما يكون عندنا النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أن فيه رؤية حكيمة عندنا النهاردة مخزون يسمح للأمح بخمسة وستة من عشرة مليون طن يعني تقريبا استهلاك سنة في الوقت ولازم ندي كل واحد حق يعني يوسف به في الوقت فخامة الرئيس استلم وكان الاحتياطي بتاع وكان القدرات الاستيعابية عندنا ما تتجاوزش واحد واثنين من عشرة مليون طن لما وسع الاحتياطيات وجاب أفضل صوامع في العالم بقى أنه عندنا ما يكفي لاستهلاكنا ما يزيد عن سنة على نفس المنوال في الزيوت في الحبوب في كل شيء طيب هل الاحتياطي اللي عندنا يسمح لنا دوقتين اللي احنا نضخ في السوق نعم وده اللي تم في خلال الاربع خمسة يام اللي فاتش عشان كده أنا عيري فاحكم الساعة فحصل نزول في الأسعار وإن كان ارتفاع الأسعار اللي حصل ساعتها أنا للأسف أنا شاركت فيه أنا شاركت بحالة الفزع والهلع ونزلت واشتريت كتير وخزنت فسحبت أنا المواطن ما هو أنا المواطن ما هو أنا المواطن هذكرت أنا يبقى جالس حالة المستالك قلت لا يمكن لا أنا المواطن أنا شاركت بخطأ إن خدت فوق احتياجاتي ما احنا قلنا احنا فيه لحظات لازم ناخد ما نحتاج أقولك لا هو إحنا اللي غلطانين بقى شغلانتنا الإعلام والصحافة ليه المواطن دايما معذور ده من وجهة نظري عمري ما بقولك علي اللوم أكبر مما يحتاج أبدا إحنا يمكن ما عملناش الدور السليم بتاعنا إن إحنا نهد من روعه اللي هو ما تقلقش أو أنا بقول إحنا مش بس أنا ولا غيري إحنا كلنا كأبناء هذه الصناعة ما فهمناهوش إنه إحنا من البداية لازم من بدري نقوله أنا عندي احتياطي من البداية أقوله الدولة هتقدر تعمل مجموعة من المعارض وتفتح منافس أكتر من البداية أقوله كذا 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 فلا داعي للقلق أو الهوس المواطن طيب ما هو أنا بسميه المواطن السيد المواطن السيد يتبع كل يعني الحياة الحصار الإعلامي مش بس من الإعلام المباشر كمان من سوشيال ميديا و فحصل حالة الهالة لأننا بتديت كلامي بيها وقلت في حدثة بسيطة فتزحمنا بشكل قد يدور ده لازم ناخده على جنب بقى لأن ده لي طريقة في التعامل معه فيه أسلوب لكن فيه الأول فيه الأول قاعدة أساسية بشتغل عليها بمعنى السوق عشان الأسعار تستقر لازم يبقى فيه وفرة خلاص يبقى أبدأ بالوفرة ومش معنى كده أن أبدأ وده بعديه لا خط أساسي إن أزود الإتاحة بسرعة وده اللي تم عشان كده هتلاقي اللي أربع خمسة أيام اللي فاتوا الأسعار بتنزل قط آخر موازي الرقابة زي ما حناك قلت تجديد الرقابة الدخول على المخازن